غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه وأول ما الموضوع فتح على طول كانت قوات المسلحة السباقة في هذا الموضوع وكنا نحن من أول الأفواج اللي طلعت وبنشكر دار الشؤون المعنوية وبنشكر قوات المسلحة يعني بزراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرقح أمنية كلنا بنتمنها أن نحن نزور الرودة الشريفة ونروح نعمل عمره ونؤدي المناسك هي مشاعر فياضة مشاعر جميلة الحقيقة احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعثة كل الترتيبات الحقيقة ترتيبات محسوبة كويس جدا الحقيقة الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدي واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه ويكفيش رليزيه وينجيه في كل طريقه وحدة حج سبع وحدة حجبهم لخدمة جميع الضباط والدفاع المصرية ومن الجيش المصري ومن باعثة إدارة الشؤون المعنوية لقوات المسلحة لكل السلطات السعودية كجل مصري وأهلنا وأخوانا في مصر كلهم الله الله تنورتونا يا أهلا وسهلا بيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة